موسيقى الله وبركاته معكم من مدارس دار المعرف درس النهاردة بعنوان الماء والنباتات اهمية الماء للنباتات اهميتها لكل كائن حي انا عندي هنا سورتين لنباتين واحد يبان عليه ان هو شكله غميل ومظهر واحد تاني يبان عليه ان هو شكله غير مظهر في حالة زبول وكمان يبان عليه نبات غير صحي ايه سبب ان النبات ده يبان عليه ان هو صحي وايه سبب ان النبات التاني يبان عليه ان هو غير صحي معنى كده ان النبات ما وصلوش عنصر غزائي مهم جدا جدا اللي هو ايه اللي هو المية يبقى المية ده عنصر غزائي مهم جدا جدا للنبات وكمان للكائنات الحية انا عندي هنا نوعين من النباتات النباتات الصحية اللي هي تبقى نباتات مليئة بالالوان وتظلو شامخة وكمان قوية اما النباتات الغير صحية هي اللي تبدو زابلة وبهدة وكمان مرتخية بالنباتات الصحية وصلها كل العناصر الغزائية اللي هي محتاجها النبات والغير صحية طبعا موصلهاش كل العناصر الغزائية اللي النبات محتاجها يبقى معنى كده ان النباتات والكائنات الحية محتاجة حاجات علشان تبقى بصحة جيدة وكمان تبقى على قيد الحياة لا ترى محتاجة ايه يا ولاد فكروا معايا كده كمان محتاج هواء وكمان شمس وكمان ماء وكمان طعب يبقى عارفنا ان الكائنات الحية محتاجة العناصر الغزائية لتبقى على قيد الحياة اللي هي الماء والهواء والطعام والشمس لما شوفنا النبات بان عليه ان هو في حالة زبول يبقى ما وصلوش العناصر غزائي مهم جدا من ضمن العناصر الغزائية اللي احنا قلناها يبقى طيب تعالي نشوف مع بعض ايه اهمية الماء لجسم الانسان الماء مفيدة جدا جدا لجسم الانسان لدرجة طبعا ان احنا منقدرش نعيش لمدة يوم كامل بدون ما نشرب مية فلو تركزوا معايا كده واحنا في شهر رمضان لما بنبقى صايمين بنعد وقت معين ما بنشربش في مية فاحنا في الوقت ده منحس بايه بنحس ان احنا تعبانين ومش قادرين نتحرك ومش قادرين نمارس حياتنا اليومية بشكل طبيعي لكي المية هي المهمة جدا جدا لجسمي فا دلوقتي هنعرف ان المية اهميتها ايه لجسم الانسان اول حاجة المية دي بتحافظ على درجة حرارة الجسم بشكل صحيح وكمان بتساعد على سلامة العظام وبتخلص كمان الجسم من الفضلات والسموم وكمان بتساعد لي المفاصل على تأدية وظائفها بشكل افضل يبقى اهمية المية لجسم الانسان ان هي اول حاجة عرفنا ان هي مكون اساسي لجسم الانسان في كل جزء من اجزاء جسم الانسان بيبقى فيه مية علشان كده لما يبقى فيه مية في جسم الانسان بيضمن الجسم تأدية كل وظائفه بشكل صحيح جدا ليه بقى احنا بنحتاج لشرب المية او بمليل نشرب المية على مدار اليوم ممكن كل شفاية احتاج لان اشرب المية ليه بقى انا هقولك علشان احنا مع الوقت لو انا بمارس اي نشاط رياضي بحس بعرك العرك ده لما بيخرج من الجسم بيقللي كمية المية الموجود في الجسم التاعي فانا بحتاج اشرب المية مع الوقت علشان اعوض كمية الفقدين اللي انا فقدتها من جسمي عن طريق العرق وكمان علشان خاطر محسش بجفاف اعرف ازاي ان كان جسمي يحتاج لمية لو حسيت بالتعب زي في شهر رمضان كده احيانا بحس انها تعبان بسبب قلة شرب المية وكمان بصدع وكمان لو حسيت بالانا الجسم يمرهق وبحس بدوخة انا كده محتاج مية وكمان انا مفروض اشرب على مدار اليوم حوالي لترين من المية يعني تمان اكوائب انا عندي هنا سؤالين تعني نشوف مع بعض السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة فاكتروا معي كده لحد ما نحلم مع بعض الاسئلة السؤال الاول المكون الاساسي لجسم الانسان هو الماء الهواء الطعون ثاني سؤال تفقد الماء عن طريق شرب المياه ولا العرق ولا تناول الطعام ثالث حاجة اذا اصبنا الجفاف سوف نشعر به نقط والتعب نشعر بايه السعادة ولا الدخة ولا الصحة رابع سؤال معي يساعدنا الماء على التخلص من السموم ولا الطعام ولا البيتامينات ثالث حاجة نحتاج لشرب الماء نحتاج لشرب نقط من الماء يوميا 4 اكواب ولا 6 اكواب ولا 8 اكواب بعد نجوب مع بعض السؤال الاول صح الماء الماء هو المكون الاساسي لجسم الانسان السؤال الثاني تفقد الماء عن طريق العرق السؤال الثالث لو حسنا بالجفاف هنشر بالدخة السؤال الرابع ان الماء يستعدنا على التخلص من السموم السؤال الخامس طبعا احنا محتاجين نشرب حوالي 8 اكواب من الماء يعني حوالي لتري السؤال الثاني اللي هو اكمل يتطلب النبات والكائنات الحية نقط للبقاء على قيد الحياة النباتات الصحية تكون نقط بينما النباتات الغير صحية تكون اذا فقدنا كمية كبيرة من الماء نشرب بايه؟ السؤال الثالث لو فقدنا كمية كبيرة من الماء نحسن بالصداء والدخل كده بنكون خلصنا الدرس باعنا واتمنى تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته